انا هحمل ازاي مارس الكولر وانا بقدر اوصل اللعيبة للمرمى ان هم يسجلوا النهاردة لقى لي عنده خمس فرص محققة مش بقول خمس فرص على المرمى لقى خمس فرص المفهود يتسجلوا اهداف خمس اهداف يعني لو نسبة تسجيلهم اعلى بكتير من نسبة اضاعاتهم يولام على ايه مارس الكولر وازاي الاهل يحلل المشكلة دي وازاي الاهل يتعامل مع المشكلة دي في الفترة اللي جاية لان الفترة اللي جاية فيها مباريات مهمة جدا لو مارس الكولر هو يولام على حاجات قبل مباراة النهاردة لكن في مباراة النهاردة هو عمل كل حاجة صحة اولا من بداية كراءته اصلا الخصم اللي راح يلعبه عرف انه يلعب فرقة بتلعب على طريق 3-4-3 دايما عندهم زون ديفنس طوال الوقت بيشتغلوا على التحولات اللجومية في عملية الضغط من قدام بيسرحوا في الجيم زيما بنقول قدام شباب روزات شوفناهم في مطش الجولة الاولى بيسرحوا في عملية الضغط حتى هم برا ملعبهم بيسيبوا مساحات بشكل كبير في خط الده الراجل النهاردة حول طريقة لعب النادي الاهلي على عكس الموسم ونص اللي هو كان ماسك فيه من النادي الاهلي بيلعب 4-3-3 صريحة النهاردة شايفينه بيلعب 4-2-3-1 بدأ ان هو يستغل امام عشور في منطقة عمق الملعب خاصة ان امام عارفين طبعا اللعب يمتاز بالمهارة السرعة القوة اللعب اللي يقدر يشغل بوكس تو بوكس فهو حول الطريقة نهاردة 4-2-3-1 ده عشان يقدر يواجه الشكل بيلعب بي يانجي أفريكس طب هو نجح في الشوت الاول ما نجحش طب ايه الاسباب كان فيه اكتر من سبب اولا اللي انت اصلا مدغطش على فريد يانج أفريكنز من البداية لانت ريت 4-2-3-2 عشان هتلعب بيها بلازم تضغط على المنافس من قدام انت استنيت واستغلت او عايز استغلت تحولاته الجميع اللي ما تخلت لكش كتير او غير فرصة او فرصتين ومن الاخر زي ما انت قلت كده المشكلة الازالية اللي بيعني منها الاهلي والقافة اللي لسه بيعني منها لحد النهاردة هي عملية اهدار الفرص بدأ انه يعدل ده في شوط التاني وينزل اللعيب النموذج البروفاير رقم 10 اللي يقدر يشتغلي في عملية الباسنج جيم ويتحكم في رتم الملعب ويبدأ انه يشتغلي كل العناصر الهجومية هو افشة منذ لحظة نزول افشة الاهلي تحول لفريق تاني خالص النقطة او الترس اللي كان ناقص في شوط الاول هو عدله ونزله نزل افشة بنزول افشة الاهلي تحول هجوميا بشكل كبير بدأ ان يشتغل على الاطراف بقى فيه لعيب عندك بيبدأ عنده فيجن وعنده رؤية في الملعب يبدأ يشتغل كل اللعيب وده شوفنا في الهدف حتى اللي سجله نادي الاهلي الكيباس كان طالع من افشة لطاهر محمد طاهر وبعد كده الكرة تحولت لبرستاو لكن النهاردة كولر بالشكل اللعب نادي الاهلي هجوميا قدام فرقة زي انجي افريقانز فرقة محترمة على المستوى الافريقي وبتلعب خارج ملعبك وبترجع او انت على الاقل لحد ديها تسعين انت منتصر وبتضيع اكتر من فرصة هو كمدرب وعمل كل عليه لكن فيه تقسير عند العيبة فيه تقسير لكن قبل كده لقالك عنده مشاكل هجومية زي ما اتكلم فيها محمد وانت فيه مطشات كتير وكان اخيرا اسموه حتى انت بخلاتش فرص يعني كم مطش انت مسيطر على الجيم طوالة تسعين ديئة من غير ما تخلق فرصة محققة ده مشاكل كتير جدا بيعاني من النادي الاهلي هو لازم يكون فيه وقفة مع نفسه ما عندهش الوقت ده طبعا لكن على الاقل لازم يقدر يكون عنده حلول سريع لانه داخل على معترك كبير هو كأس العالم الاندية لكن دور الابطال سهل في اي وقت انت ترجع وتتأهل وتكمل في البطولة بشكل كويس لكن كأس العالم الاندية الغلطة فور طيب